تعالوا بقى نعقب وتعالوا نتكلم جمهير النادي الاهلي في صدمة حقيقية لدرجة ان انت لو جيت تقولي لحد مثلا لزلت خبر النهاردة الصبح رمضان صبحي الى بيرامدز انتهت القصة انت هتقعد تتشتم لحد يوم الايامة بنجيب الكلام ده منين وازاي وليه وفين وها لكنه لما الاهلي اعلن وقال الموقف خلاص اصبح لدى الجميع يعني حالة من حالات التأكد خلاص رمضان مش موجود بس صدمة بقى تعالوا نحلل ونفهم ايه هي اسباب الصدمة وتعالوا نتكلم شوية كلام من من الزاوية العكسية الكلام اللي لازم يبقى بيتقال الكلام الحقيقي يعني لازم الناس تفهم انه قواعد اللعبة جوه مصر اتغيرت قواعد اللعبة بتاعت البيع والشراء والتجديد جوه مصر اتغيرت قواعد قواعد كرة القدم بره مصر سابتة ما بتتغيرش قواعد كرة القدم بره مصر في البيع والشراء ما بتتغيرش الاكثر قدرة شرائية واللي معاه فلوس بيجيب اللي هو عايزه دي القواعد اللي بره فبره الزحام كتير لانه اللي معاه هم فلوس كتير فما بترساش على واحد طول الوقت بتتنقل من دال 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 والامثلة كتير لا داعي لذكرها عشان ما نخشش في التفاصيل بعيدة مش عايزينها تفريعات قواعد اللعبة جوه مصر كانت بتقول انه الاكثر قدرة شرائية هو النادي الاهلي الاكثر استقلاء الاكثر استقرارا هو النادي الاهلي وحتضيف عليها شوية حاجات تانية اللي هي علاقة بالشعبية والنجومية والحاجات اللي هي والبطولات الكتير والكلام ده كله دي قواعد اللعبة اللي كانت موجودة لحد 2014 واللي كان وفقا ليها النادي الاهلي بيقدر يتحرك باريحية شديدة بياخد اللي هو عايزه عارف كويس هتقول ايه جايز يكون النادي الاهلي في صفقات كتيرة اخدها من الزمالك او اخدها من اندية تانية ومتنافس عليها ومتنزع عليها ما يكونش بيقدم العرض الاعلى لكنه لما كان بيخش في صفقة على لاعب الزمالك داخل فيه كان بيلعب دايما على فكرة فيما قبل 2014 كان بيلعب دايما على فكرة انت هتروح تشتري اللعيب ده صح كده والاهلي رايح لنفس اللعيب ده الاهلي ممكن في احيان كتير ما بيكونش بيقدم العرض الاكبر في مقابل الزمالك هقولك اي رقم مثلا ممكن لعيب يكون معروض علي انا بقول اي رقم مثلا مليار من الزمالك الاهلي بيروح يقول له ايه انت مش هتاخد المليار انت حتاخد جنيه ونص المقدم بتاع المليار ومش هتاخد الباقي مفيش استقرار مجلس الادارات بتمشي محدش عارف بيجدد مين مع مين والدنيا زي ما انت ما شايف فخليك معايا انا حديك اتنين جنيه ونص بس حدهم لك اتنين جنيه ونص الميزة ميزة الفلوس اللي موجودة ميزة الاستقرار اللي موجود ميزة قواعد السوق اللي النادي الاهلي كان قادر يتحكم فيها بفكرة القوة الشرائية والاستقرار والحصول على البطولات ده واقع انا بقولك واقع مش بقولك حاجة تانية لازم تعيه بنسبة مليار في المية عشان تبقى عارف تقرأ الخريطة ليه بتتغير الناس نهاردة ازاي كده يعني ايه النادي الاهلي يتاخد منه لعيب ومش لعيب واحد ما انا جاي لك في الكلام من بعد 2014 اللي حصل انه الزمالك دخل في السوق بقوة جديدة جدا جدا واصبح لديه القوة الشرائية للتعامل والتنافس مع النادي الاهلي لذلك لما الاهلي والزمالك دخلوا في صفقة كان فيها ايمن حفني وخالد امر ومعروف يوسف ودي كانت البدايات رغم توقعهم للنادي الاهلي الزمالك دخل واغرى لها اصبح التنافس قوي وشرس وعمق جدا بين الاهلي وبين الزمالك ده وقع لازم تاخد بالك منه الموجة دي فضلت موجودة وتتعازم مع حصول نادي زمالك على بطولات الزمالك اخد بطولة 2014 2015 المغريات بدأت تزيد اللعيبة بتسمع من بعض بياخدوا مستحقاتهم الدنيا ماشى معاهم كويس بيجيبوا بطولات الدنيا ماشى كويس بالنسبة لنادي زمالك بدأ قواعد اللعبة في مصر تتغير شوية بس مش قوي شوية تيجي لحد النقطة المفصلية اللي من بعدها حصلت الموجة التانية وهي قصة عبدالله السعيد لم يحدث في العصر الحديث باي حال من الاحوال ان يخش نادي وهو نادي الزمالك يجيب لعيب من جو وغرفة الملابس في النادي الاهلي وياخدوا لي ده كان الزمالك في صفقة عبدالله السعيد في صفقة لم يتخيلها اي شخص في الدنيا لا الزمالكوي ولا الاهلاوي دي كانت اللقطة اللي مسلت الموجة التانية في تغيير قواعد اللعبة لعبة السوق والبيع والشراء الاهلي لأول مرة بيلاقي حد عنده القدرة والقوة الشرائية يروح ياخد منه نجم نجوم فرقته اللي هو عبدالله السعيد ويدفع فيه الرقم الهلامي ده رأي بكده ايه اللي حصل جي عبدالله السعيد حصل تدخلات من النادي الاهلي في اللحظات الاخيرة بمساعدة المستشار تركي اهل الشيخ عبدالله السعيد رجع النادي الاهلي تاني الاهلي اعلن عن بيع عبدالله السعيد من وقت اللحظة دي القواعد بدأت تتغير القواعد بدأت تتغير لانه بقى في الفترة دي توما بعدها ظهر ها بيرامدز بيرامدز ما كانش بس بيشتري لعيبة او بياخد لعيبة من الفرق الكبيرة لا 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 ده هو لما ابتدى اخد من الزمالك عمر جابر ها رائب كده الاسماء علي جابر الشناوي كان بره في السعودية ورجع فبدأ بيرامدز يظهر في الصورة ياخد بيرامدز عبدالله السعيد اللي كده كده بقى بعيد عن النادي الاهلي قريدي بس لعيب من النادي الاهلي جوه بيرامدز قيمة كانت مضافة للنادي الاهلي اتخذت بقت موجودة جوه بيرامدز قواعد اللعبة كوالة اللعيبة بدأت تعلى في فرقة زي بيرامدز اللي بقت بتشتري من بره وتنافس جوه الاهلي والزمالك على لعيبة الاهلي عايزها والزمالك عايزها يروح بيرامدز يجيب ويشتغل يروح يجيب كوالتي زي كوالتي كينو حاجة مبهرة جدا في الكورة يروح يجيب لعيبة تقيلة من كل حتة في الدور المصري فيبقى بيرامدز بقواعد الشرى موجود في السوق وتقيل قواعد اللعبة بتتغير الانفجار التاني كان انفجار أحمد فتحي والانفجار الغير متوقع بالنسبة لجمهير النادي الاهلي لا ده بس الاهلي مش بيتاخد منه لعيب هو بتاعه الاهلي كمان في التجديد حصل وحد دخل على اللعيب بتاعه وضمه ليه بيرامدز قواعد اللعبة رائبة هيه بتتغير للمرة التانية بموجة أعلى وأعلى وصولا لرمضان صبحي